السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ظهر عميد المنتخب الوطني المغربي السابق مهدي بن عطية في إحدى البرامج الرياضي القطرية وأبدى رأيه في المجموعة التي سيلعب فيها المنتخب الوطني المغربي حيث صرح أن المجموعة جد صعبة لتقارب مستويات جميع المنتخبات فيها إلا أنها أقر بمرور كل من المنتخب البلجيكي والمغربي للدور الثاني ليقصى بعد ذلك المنتخب المغربي وهو الأمر الذي فسره مهدي بن عطية على أنه أمر جد منطقي خاصة وأن الجهاز الفني للمنتخب المغربي قد عرف تغيير مؤخرا وتوقع أيضا تتويج المنتخب البلجيكي بكأس العالم بقطر لتسأله بعد ذلك المديعة عن رأيه حول المستوى أشرف حكيمي ليجيب المنطق يقول أن أشرف حكيمي سيتجاوز ما قمت به هو لاعب استثنائي وقوي والأفضل في مركزه عالميا الفتى بعقلية رائعة وأنا سعيد برؤيته في هذا المستوى وأتمنى أن يديف عشر سنوات أخرى من التألق